السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة تأسين ترقيض. وان شاء الله هنعمل مراجعة كاملة على المنهج الصف الرابع مش هتحتاج لحاجة تانية. طبعا كنا زاكرنا وكنا حلينا مهام ادائية وحلينا منحتاجين نتطمن على مستوانا. لازم نحل امتحانات. ولازم اه السؤال اللي مش عارفه هعمى علي اكس وابدأ اذكره. هي دي طريقة صحيحة للحل. طب ما ترجعش خالص من اي دروس. الوقت مش 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 هيسعفنا يعني. اه هننزل تنجلش. ان شاء الله هننزل مواد كلها. يعني مش هينفع انزل الاختابرات كلها في مرة واحدة. هعمل اه فيديوهات كتير علشان الفيديو مكونش طويل عليك. تذاكر الدرس او الانتحان وتحل اللي فيه. تمام. وانكمل. تعالى ندخل عن نموذج اول واحد. بس اتمنى من الناس تشارل الفيديو علشان يوصل لأكبر عائد بالناس. نموذج واحد بقول السؤال اول. طبعا عارفين ان هي كل حاجة عن طريق التعلم الايه? ازاي دي. اقرأ اقرأ ثم اجب. نظمت المدرسة رحلة العلمية الى محافظة البحر الاحمر. لنستكشف محطات الطاقة المترددة وجاء يوم الرحلة وشعرنا بسعادة غامرة في ذلك اليوم. ووصلنا السيرة حتى اقتربنا من مكان به طواحين هواء ضخمة. فقال المعلم نحن الان في محطة جبل الزيت. لتوليد الطاقة باستخدام الرياح. وهي من المحطات التي تستسهم بشكل كبير في انتاج الطاقة. هيا نبدأ الجولة داخل المحطة. السؤال اول. استخرجنا الفقرة معنى بالغة. خلت بالك. شوف هو عايز منك ايه? انا بزعق ليه? لان احنا عارفيني الاجابة وبنحل غلط. عايز معنى كلمة بالغة من القطعة. ما تعمليش معنى بالغة على طول. استخرجنا الفقرة معنى بالغة. بالغة يعني ايه? بسعادة بالغة يعني مساعدة غامرة. يبقى احط هنا كلمة ايه? غامرة. ركز معايا فرق. ما تقولش معنى بالغة يعني ايه? لا. هو حط كلمة غامرة. دي معناها هي. هتجيبها من هنا كده. ممكن يبقى المعنى الممكن يبقى جايب لي في القطعة حاجة. او المعنى التالي ان احنا حفظينه حياة فاحنا عايزين نشوف الاول القطعة عشان نغلص. مضوض خارج يعني? داخل. طيب برضو اشوف القطعة في كلمة داخل ايه لا. داخل اهي. ايه. موجود اهي. تمام? ايه بحط هنا كلمة ايه? داخل. طيب ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. هناك اهتمام بانشاء محطات الطاقة الجديدة. طبعا المنهب كله بتكلم على كده. اكيد طبعا ايه? صح. كانت الرحلة رحلة ترفيهية. امال ايه? رحلة علمية. علمية ايه اللي عرفنا? اهي. اطلع نشيل ده الاول. بولي ما الهدف الاساسي من رحلة الطلاب? ايوا جاوب انت بقى. ايه الهدف الاساسي من رحلة الطلاب? طيب اطلع فوق كده. نظمت المدرسة رحلة علمية لما حصل بحر احمر. دي نستكشف. خلاص. الحل له. لام التعليل عندك ايه? ليه? لاستكشاف محطات الطاقة المتجددة. بس هو دي الاجابة. يبقى الراحلة كان هدفة ايه? استكشاف محطات الطاقة المتجددة. تمام? نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال التاني. نشيل بقى الكلير. نعمل الكلير دي. عشان مش دينا. كلير. كلير اول دروينج. طيب. بعد كده نشيل الالم. عشان نطلع فوق. نكمل. السؤال الثاني. اجب عميات. اختر الاجابة الصحيحة. ذهب الطلاب الى كارية بن. بن. كلمة الطلاب. ممتدأ? ولا خبر? ولا فعل? ما تسرعش. الفاعل هو? الفاعل هو من وقع عليه. هو من قام بفعل الفعل. هو من قام بفعل الفعل. هو اللي مني ذهب? الطلاب. اكلت هنا الكحك. مين اللي اكلت? هنا. شربت هنا اللبن. مين اللي شربت? هنا. يبقى طلاب. مني ذهب? الطلاب. يبقى طلاب ايه? اه فعل. الطلاب وانت مغمض على طول هتقول فعل. ليه? لان هي اللي عاملت الفعل ده. واول جملة فعل كمان. فلازم نعرف انه مش بقى خبر. طيب. تمام. كرأتوا كتابا عن الطاقة شبه جملة نوع ايه? ظرف زمان? ولا ظرف مكان? ولا جار ومجرور? اه جار ومجرور. طب احنا خدنا خبر المفرد وخبر الايه? الجملة وخبر الشبه الايه? خبر شبه جملة. خبر ظرف الزمان. طيب كتابا عن القصة. في عن هنا فينا حرف هنا ايه? عن. حرف جار يبقى ده خبر ايه? جار ومجرور. مش شبه جملة. طيب لا تسرف في استخدام الماء. احط هنا في الاخر. نقطة? ولا علامة استفهام? ولا علامة تعجب? ده? نقطة. نقطة. طبعا عن هنا جملة. سبناها احط هنا ايه? نقطة. كيف نستغل التكنولوجيا بشكل جيد? احط نقطتين. ولا استفهام? ولا الفصلة? لانها كيف? سؤال. ام تحط نقطتين? لما يكون قول قالة ابي قالت امي وهكذا. حول الجملة الفعلية الاترية لجملة اسمية. التحويل مهم جدا 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 جدا. ليه? لان بيتغير الفعل مع الجملة اسمية الفعلية. الجملة الفعلية يقف الحارس امام قفص الاسود. تمام? لو انا هغير هقول ايه? الحارس يقف امام قفص الاسود. طيب مهم? سهل جدا. طيب افرد بقى هنا قال لي يقف الحارسان امام قفص الاسود. وعايز احولها اسمية. هقول الحارسان يقفان? هقول الحارسان ايه? يقف. لا الحارسان يقفان امام قفص الاسود. طيب. لو قال لي يقف الحراس امام القفص الاسوب. عايز احولها اسمية. احطلها الحراس برة. الحراس يقفون امام قفص الاسوب. خد بالك لما تكون الجملة الفعلية الفعل سابت مع كله. يقف الحارس. يقف الحارسان. يقف الحراس. لكن لو جملة اسمية الحارس يقف. الحارسان يقفان. الحراس يقفون. طيب. صوب الخطأ فيما تحتها وخط. سافرنا بالطائرة. عملها ازاي بقى? لازم اتحط الف خلاب. ايوة. بقى حرف ايه? جر متصل. بالطائرة. بالطريقة ايه? بالطريقة ايه? دي كده. ما نفعش اقول بالطائرة كده. تمام? ده بالنسبة لايه? ليه? السؤال الثاني. ندخل السؤال الثالث. تاني. احنا مش بنحل بس. احنا بنحل وبنشرح عشان تاخد طريقة تحل بيها بعد كده. طيب الثالث. النصوص. قال الشاعر عايشت اوطان بالعلمي. فيها مجد يبنى يحمي. ملكت ابطالا شجعانا. ويدا تروي شجر الحلمي. يا اصحابي وطني يعلو وسأحيا عزيزا في قومي. معنى مجد. بتسعجلش. بقول لي صداقة ولا ثروة ولا رفعة ولا منفعة. اطلع فوق. عاشت اوطان بالعلم فيها مجد يبني يحمي. اخذ الكلمة دي. فيها صداقة. فيها صداقة يبني يحمي. لا. فيها ثروة يبني يحمي. لا. فيها منفعة يبني يحمي. فيها رفعة يبني يحمي. يبقى كلمة مجد معناها ايه? معناها رفعة. كلمة معناها ايه? ايه انا مفقان وشو مفقاني? ها? معناها ايه? رفعة. رفعة. مفرد شجعان مشجع شجع شجع تجيع. شجعان. شجعان مفردها طبعا شجع. طيب اجب المقطوب اكمل هات الكلمة من الابيات لها نفس النهاية الحلم. هاخدنا طبعا فيه اه 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 احنا اخدنا فيه المنهج ان احنا عندنا ايه? عندنا كلمات عن نفس الوزن وعندنا قافية. نفس الوزن الكلمة ايه? الكلمات منتهية فين في الاخر. طيب هنا بقولي الحلم. او الحلم. اللي شبهها هو عزم النص. في العلم. ايوا بالعلم. يبقى الحلم ايه اللي معها? كلمة ايه? العلم. نفس النهاية. طيب. تخير ويدا تروي شجرة العلم تعبير طبعا حكوا لما جازي? طبعا تعبير مجازي وانت مهمة. لان العلم ملو الشجر. او الحلم ملو الشجر. يبقى صور الحلم بقى الشجار والايد الايه? والايد بترويها. تمام? تمام? يبقى ده تعبير ايه? تعبير مجازي مش حقيقة. بقى على صاحب الغط. الشاعر سعيد ويفتخر بوطن اللي الذي يتقدم. طبعا في كلمة عن وطن. البات اللي الذي يتحدث فيه الشاعر عن دور العلم في بناء الاوطان هو? فين هو? فين هو? فين هو? اللي بيبني الاوطان النص اللي هي? اهه? عاشت اوطان بالعلم فيها مجد يا ابن الحلم. ده ده الايه? ده النص اللي هو ايه? هتكلم فيه عن بناءة الايه? بناءة الاوطان. تمام? ننظف دي عشان نخبط انا شوية. نخش على المتوية ده. تركز معي احنا هنزل وراجع ازاي يا جماعة? هنحلل نموزج انجليزي ونزلناي. ونموزج عرب وننزلوا. ونموزج علوه وننزلوا. ونخلص ورياض وهاكزا. بعد ما نخلص هنبدأ من اول تاني عشان اعمل فيديو لكل المنهج في حصة واحدة. لأ انا بدي لك بدي لك سيستن تذاكر بي. يعني نهاردة هنحل الانتحان انجليش. هجيب الانتحان الانجليش. وهشوف الفيديو ده بالزبط كامل. واسمع شرحه مع مستر. وبعد كده اجيب الانتحان انقله في كراسة عندي. وابدأ احل. احل صحة ولا غلط. واهم حاجة البراجراف في الاخر. يحلوا. وانت ايه. وانت فاهم. بتعمل ايه علشان. لما يجي لك اي براجراف تحل. طيب اقرأ المطوية ثم اكتب. التطعيم ده العنوان هل تعلم ان. بعض الامراض كانت سابا في موت الكثير من الاطفال. التطعيم يوفر الوقت والمال. التطعيم مسيلة حيث ان الاستمرار معروفة المطوية بتجيب العنوان وصورة. وبعد كده بتكلم عن 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 عنوان. وبعد كده بقول ماذا لو بتخيل ان الحاجة ديها مش موجودة. هنعيش من غيرها اللي. لم يتوصل علماء لتطعيم. لم يحصل الناس عطعمها. بخوف الناس بعكية بقوله ايه? عشان كده لازم نحافظ على ايه? علينا. طيب العنوان هقوله التطعيم. حل معايه هنا يلا. من المعلومات هقوله بعض الامراض كانت سابا فين? كانت سابا في موت الكثير من الاطفال. والتطعيم بيوفر الوقت مالما. تمام. طيب مين النصائح? نصائح اه توعية الناس باهمية التطعيم وتحت التطعيم. سهلة جدا جدا يا جماعة. تمام? مدرسة دي. اكتب حط النسخ مدرسة دي باقي الثاني وحافظ علي. ده الامتحان الايه? الاول. نموزج اتنين. بقول لي عادة الجد سالم من سفره وجاء ابناءه القرية ليطمئنان عليه. وفي اثناء جلسهم معه تحدث الجد الجد عن الاشياء التي راقت له في رحلته. فقال في سفري وجدت الناس يستخدمون طرق متكرة في الريد تسهم في التقليل من استهلاك الماء. ويستخدمون مصادر الطاقة المتجددة. مثل الطاقة الشمسية وتخت الرياح ولديهم مصانع لاعادة تدوير نفايات القابلة تدوير. وارغب في تطوير قريتنا بهذه الوسائل حتى تعوموا من المنفعة. عايز ايه عم الحاج انت بقى? بقول لي استخرج من الفكرة ما يلي. هاستخرج ايه? اجيب ماك فكرة اصلا او كده? معنى اريد. صغر شوية. طيب استخرج من الفكرة. معنى اريد. معنى اريد. اريد يعني ايه? ارغب. ارغب فين هي? ايوة اهي. تمام? اريد يعني ارغب. مضغط مقلدة. مقلدة يعني ايه? مقلدة اناس كلها بت ايه? متقلدة. عكس مقلدة ايه? متطورة. فينو هنا بقى? نرى? عاد جد وسالم من سفريه وجاء ابناء القرية. وصنا ايجرسون متحسن. مبتكرة. او. مبتكرة هي الايه? هي الايجابة. عكس. مقلدة مبتكرة. مقلدة ان انا بقى اللي الناس. مبتكرة انا هبتكر. هبتكر على اليوتيوب او على حل النمازج حل النمازج احنا بنحل بطريقة ايه? مختلفة مبتكرة مش مقلدة. ضع الصح او خطأ. الجد سالم شخص يحبه ان ينفع الجميع صح ولا غلط? طبعا صح. هقول له ايه? هقول له صح. تحدث الجد سالم عن اشياء سلبية لم تعجبه في اثناء السفر? لا طبعا. امال هو تحدث عن ايه? اه اشياء. حاجات ايجابية. انه في طاقة مدجأة. اراقت له في رحلته يعني ايه? عجبته. تمام? اكمل ايه? الحاجات دي اللي هو ايه? اللي هو عجبته. ما اقتراحات الجد لتطوير القرية برضو هطلع فوق ما هيش هجيب حاجة من عنتي. اقتراحاته. هنزل تحت شوية تمام? قال ايه هو بقى? وارغى في تطوير قريتنا بهذه الوسائل يبقى هو ما ذكرش الوسائل. يبقى عايز يعمل ايه بقى? اقتراحاته ان اعمل ايه بقى? استخدام الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية طاقة الرياح وعمل مصانع لعادة تدوير النفايات والقابلة التدوير. خد بالك عشان ده سؤال لف شوية. ومش يجيب لك في الفكرة بيقول لك ايه جد سالم يريد كذا كذا. لا. هو قال لك ايه في الاخر وارغى في تطوير القريتنا بهذه الوسائل. ويجيب لك تحت بيقول لك ما هي الاقتراحات اللي اقتراحها الجد سالم تطوير القرية. يبقى هو قال ده كله في الاخر قال لي انا عايز اطبق ده كله فين فوق. يبقى الحقيقة اللي هو قالها فوق هي دي الايه? الوسائل اللي ايه? اللي محتاجها عشان اطور القرية. السؤال التاني. اجب او اختر الاجابة اللي ايه? الصحيحة. اشيل بس دي. طيب. اعيش في القاهرة. كلمة القاهرة اسم مجرور ولا فعل امر ولا حرف جر? ايه. الكاهرة ده اسم مجرور. اسم مجرور. فيه قبلها حرف جر باسم مجرور. اسم ايه مجرور. جملة القرية متطورة. جملة استفهامية ولا اسمية الفعلية? طبعا تبدأ باسم بجملة ايه? جملة اسمية وانت معمض. طيب ما اطول برج الكاهرة. ده اسلوب تعجب ولا اسلوب الاستفهام ولا نقطة. تعجب. تعجب حط علامة ايه? حط علامة تعجب. لان دي ماат تعجببية? وده فعل التعجب. وده ايه? المتعجب منه. برجل القاهرة. خدهك في معلومة مهمة جدا جدا. كلمة اطول ده اسمه فعل التعجب. لكن هي الكلمة في اصلها اسم. لو حطت الالف ولم يبقى الاطول قبلتها. لكن الحالة الوحيدة. اللي بيكون فيها الاسم فعل هي في اسلوب التعجب. هنا اسم فعل التعجب. قال ابي. حط نطوطين ولا علامة التعجب ولا فاصلة نطوطين. احنا قلنا الحط نطوطين. بعد ايه? قال ابي قال امي قال المعلم. حاول الجمهة الاسمية الى الفعلية التلميذ وضع الكتاب على المكتب. يبقى ايه? وضع التلميذ الكتاب على المكتب. هبدأ بالفعل. صوب من حفاق الخط كتب الطالب الواجب. كتب الطالبة الطالباء هو يحط او الفاعل اه 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 جامع مذكر سينا او جامع تكسير او مفرد تحط عليه عنا بترفع ضم. تمام. السؤال التالت النصوص قال الشعر كرام الناس من قومي ساخذوه عنهم علمي وابني مجده او طاني بنبل بنبل القلب والعزمي ستعلو رايتي يوما وتحكي قصة الحلم. طيب اختر اجابة صحيح معنى نبل يعني ايه جماعة يعني قوة ولا حفظ ولا نور ولا شرف طبعا شرف. شرف ايه. تمام? في النبل هنا نبل القلب والعزمي وابني مجده او طاني بشرف ايه? بشرف قلب ولا. تمام? كلمة نبل الاخلاق النبيلة يعني الخلاق ايه? الحميدة. مفرد مجد. مجد مفرد? هي مفرد اصلا. لأ هما هما بيقوله مفرد مجد ما عايز هنا الجمع بتاع هو هنا عاز الجمع. هو لطاني هنا عفكر. لأ هما هما طب يجي بنا كده حتى في القطعة بيجي بنا كده. يقول لي مفرد مجد وهي تبقى مفرد عايز من الجمع. يبقى عايز جمعها. ايه ومسهمة عاصمي الرجل. مجد مفرد كلمة كذا. نقول له كده. لو عايز اقولها. والمجد مفرد كلمة ايه? كذا. يبقى مفرد مجد او جمع مجد امجاد. او كلمة مجد هي مفرد كلمة ايه? امجاد. اكمل هذه الكلمة من الابيات لها نفس انها قومي. قومي علمي. علمي. تمام? وكلمة العزمي والحلمي شبه بعض. كلمة ايه قومي? اه علمي. تمام? طيب. العزمي الحلمي. تخير وابني مجد او طاني تعبير. حقيقة ولا مجازي? نا. وابني مجازي طبعا. لان هو شبه المجد ببيت يبنى. هو المجد يبنى? نا. لا طبعا يبقى شبه المجد ببيت يبنى. ضع علامة صح وعلامة ايه? خطأ. يمكن اتقدم الاوطان بدون العلم. لا طبعا. لازم العلم هو اللي ايه? ده سؤال. ده سؤال عام من غير اي حتى نص. البيت الذي يتحدث فيه الشعر عن الذين يتعلم منهم. مين بتعلم منهم الشعر نطلع فوق كده نشو بتعلم من مين? كرام الناس من قومي سياخذ عنهم علمي. بقى مين هو? يوه ده البيت اللي ايه? اللي بتكلم عنه. بياخذ علمه من مين? من كرام الناس. يبقى الى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا. استيقظت مبكرا وركبت سيارة الابي. وعندما وصلنا بدأنا نستكشف المعرض وهناك شاهدنا العديد من الابتكارات العلمية والحديثة. واجرينا حوارات مع اصحاب هذه الابتكارات. وقد عجبني كثيرا تنظيم المعرض وكثرة الابتكارات المخيدة. كان يوما رائعا. ولكن مكان الاستراحة كان بعيدا. لذلك اقترح ان يكون هناك مكان الاستراحة في كل صالح من معرض. طب الزمان والمكان. الزمان اهو. يوم الجمعة الماضية. المكان. اه. ذهبت الى معرض القاهرة الدولي تكتب اجابة كاملة كده. تمام? رأي ايجابي. رأي ايجابي. هناك شاهدنا العديد من الابتكارات العلمية حديثة. واجرينا حوارات مع اصحاب هذه الابتكارات. يبقى ده. ده ايجابي. الرأي السلبي هو. اه. لكن. اكلمة لكن اه. يبقى اه? مكان الاستراحة كان بعيدا لذلك اقتر. ده ده الرأي ايه? السلبي. الابتكارات. اللي عندي هنا بس. الرأي السلبي مكان الاستراحة كان بعيدا. الابتكارات. هقول له. الابتكارات ان يكون هناك مكان الاستراحة في كل صالح من صوت المعرض. سهل جدا 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 لامتحانات يا جماعة والله. منهج منتاز جدا جدا جدا. ننسوش تبعونا على صفحيتي على الفيس. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف والجروب بتاع الفيس. عشان بنزل علي بوستز وامتحانات مكتوبة. اشوفكم على خير ان شاء الله. وتنسوش اللايك والشير والتكرايب والسلام حضراتكم الضيبين. السلام عليكم ونفضل بركاته.